اشتركوا في القناة بالأمر ده لما أصدرنا قرار بتعطيل الدراسة أو تجميد النشاط الدراسي في مصر ما كانش غرضنا أننا مش بنحب التعليم ما كانش غرضنا أننا مش بنحب أني ذاكر أو مش بنحب نروح لمدرساتنا أو نروح لكلية بتاعتنا ولكن كان الغرض الأول والأخير الوحيد والأوحد وهو منع التجمعات ومع كده في ظل التغطية الميدانية للفريق عام للبرنامج بنلاحظ دايما مش بننزل الكلية الصبح بالليل بنلاقي التجمعات في الكافيهات بالليل بنلاقي التجمعات في المطاعم في المولاد احنا كده يبقى أعطلنا الدراسة فقط لغير احنا كده مش عايزين نذاكر احنا كده مش عايزين نتعلم احنا كده مش عايزين نتقدم احنا منعناش الغرض الرئيسي وهو منع التجمعات الحاجة التانية والرسالة التانية لكل أب بيسمعنا حاليا لكل أم بتسمعنا حاليا حب أقول لحضرتك أنه حضرتك وحضرتك المسؤول والمسؤولة الأول والأخير عند سلامة أبنائك في البيت حضرتك لازم تعرف أبنائك حضرتك لازم تعرف ابنك حضرتك لازم تعرف بنتك أنه أننا نتبع تعليمات الأمن أننا نتبع تعليمات من نظام الصحة العالمية أننا نتبع تعليمات وزارة الصحة والسكان وده أمر هام جداً ليه؟ لأنه هم قضرة مصلحتنا هم بيعملوا إجراءات وقائية واحترازية من المقام الأول الحاجة الثالثة عايز أتكلم وأقول مش عيب أبداً أن حضرتك تنزل الشارع لابس ماسك أو لابس كمامة مش عيب أبداً أن حضرتك تنزل الشارع لبس في إيدك بلفز وكمان الحاجة الأخيرة اللي حاب أنوه عنها وهي السلام والتحية هو مشارط حضرتك أول ما تشوفني تسلم عليه بإيدك وتبصني وتحضنني ابتسامت حضرتك من بعيد لبعيد تكفيني وتأكد تمام التأكيد وتيقن تمام اليقين أنه كده حضرتك أديت التحية وأديت الواجب في الصدد ده في مؤتمرات كتيرة وسبقات كتيرة اتأجلت وسبقات كتيرة ومؤتمرات كتيرة تم للأسف تجميد الأنشطة بتاعتها خوفاً من إدارة المؤتمرات دي على سلامة أبنائها وسلامة المشاركين عشان كده هيجهزونا دلوقتي مداخلة مع دكتور ياسر العوضي الأمين العام لاتحاد الجمعيات العلمية لطلاب تب بالأسنان في مصر المداخلة جاهزة وليسة دكتور ياسر صباح الخير صباح الموضي دكتور علي صباح الخير أخبر حضرتك إيه؟ الحمد لله نعم والله خير كله تمام؟ الحمد لله عايز حضرتك تسمعها من التلفون وتوطي التلفزيون شوية وتعل صوتك لو سمح مع حضرتك تمام عايز عرف من حضرتك آخر المستجدات بشأن يوم طب الأسنان المصري إي دي دي عشرين عشرين طيب تمام جداً هو يعني بس عايزة نوح على حاجة بسيطة فضل فضل مع حضرتك تفضل وفقاً لكاروس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل الدراسة وبالجامعات وقرر الأستاذ الدكتور مصطفى متبولي رئيس الوزراء بوقفة نشاطات العلمية والمجتمعية للحد من خطر الوابع طبعاً اللي هو كورونا لها كوفيد 19 فقد قررنا يعني تعليق كل الأنشطة تصف بالاتحاد بالجامعة المصرية كلها يعني علشان أفضل على سلامة طلابنا ودكاترتنا المستقبليين يعني وكده فالقرر طبعاً يشمل تأجيل سب الأسنان المصري المؤتمر يعني أجلنا كل النشاطات بتاعتنا وبدأنا في حاملة ثوائية موسعية طيب دكتور ياسر لسه فريق الأعداد بيقول لدوقتي أنه فيه المفروض كان تقام فعليات مسابقة أول طلاب أسنان مصر 2020 النسخة السادسة ماذا عن المسابقة دي؟ هل تم تأجيلها أيضاً؟ المسابقة مقرورة بالمؤتمر بشكل كبير وطبعاً يسمى تأجيلها بس النسخة من المسابقة النسخة السادسة من المسابقة يسمى مختلفة وموسمة من الموزراتي الصحة والتعليم العالي ويكون تحت إصلافهم إن شاء الله ويسمى إن شاء الله ضعف المسابقة يعني بإذن الله تمام دكتور ياسر مصري لكل مصريين خرها كتير ملايين ملايين قد الدنيا وزينة الدنيا ركز معايا كده بيوا بيك مش ناس تانين لأي مدى دكتور ياسر العوضي شايف إن التوعية المجتمعية والوعي المجتمعي مهم جداً وكمان عايز أعرف من حضرتك إيه هي الخطوات الفعلية اللي حضرتكم أخدتوها بشأن فيروس كورونا أو بشأن انحصار الفيروس والله والطبيعي إن إحنا جدورنا كده كثرة ودورنا كأفراص المجتمع التوعية يعني التوعية دي شيء أساسي خصوصاً إحنا كده كثرة كده كثرة تأخذناً بالذات معرضين للواباء ده بشكل كدير كثرة صحيح قصة التوعية كان لازم يكون فعالة علشان كده إحنا عملنا أو فعلنا دور التوعية المجتمعية اللي هو أصلاً أريدي موجودة عندنا بسيطة عنا بطريقة تانية مختلفة صحيح علشان الظروف اللي بتمر بها البلاد فعملناها أونلاين أونلاين كامبين كده 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 صحيح سواء فيديوز موشن جرافيك علشان الأصقان الكبار يستطيعوها يعني بطريقة سهلة ونطيفة أهلنا البساطاء الكبار يستطيعوها الناس كلها تقدر توصل لها المعلومة بطريقة لطيفة فهو عم بقى بقى فيديوز على الفيسبوك أو انستغرام أو تويتر صحيح فيديوز ديزاين بكده شكلها جزدية بالنسبة صحيح تعرف اللي مخلوب منها على طول فدي طريقة فعالة في التوعية بالوقت الحالي خصوصاً من التواصل الجسدي أو كده يعني التجمعات عن ما كانوا التجمعات مش مطلوبة في الفترة الحالية معلشان كده احنا وقفنا الدراسة بالزبط احنا علشان كده جملنا كل النصطات فأخوفاً على اللي شخص ونحنا علشان كده نقدر نوصل لهم في بياتهم وهم عادين مكان صحيح شكراً جداً كان معنا عمر الهاتف دكتور ياسر العوضي الأمين العام لاتحاد الجمعية العلمية لطب الأسنان في مصر قبل ما أطلع فاصل في تهنيئة واجبة لمسؤولة الجرافيك الخاصة بالبرنامج الأستاذ زادينة أشرف تهنيئة بمنصابة الخطوبة السعيدة على الأستاذ أحمد إسماعيل ألف مبروك باركة الله لكم وباركة عليكم وجمع بينكم وكل خير ويا رب الخطوبة دي ما تأثرش على جودة البرنامج وجودة الجرافيك الخاص بالبرنامج نطلع فاصل ونرجع نستقبل ديفنا العزيز وهندس طاري عبد الفتاح استشارة التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ونكمل كامير استنونا أكرر تحية بحضراتكم من جديد التنمر مفهوم ينتشر مؤخرا في مصر وتعريف ينتشر مؤخرا في الساحة المصرية ولكن معنى إيه طيب أنواعه إيه أشكاله إيه إزاي نحمل نفسنا من التنمر إيه أخطار التنمر ليه إحنا وكافة المنظمات العالمية بتحارب التنمر تقريبا أنا وكتير من حضراتكم من الناس اللي تسمعنا حاليا تعرف التنمر إنه هو السخرية وإن أنا بالعامية كده أتريع على حد وأنا يقولك أنت بتتنمر على الشخص ده يعني بتصخر منه أو بتترق عليه لكن هنعرف الموضوع بمنظور أوسع بمنظور أشمل مع ضيف المنورن في الأستوديو مهندس طاري عبد الفتاح المدرب الدولي واستشاري التدريب والتطوير منورن يا رب أعلم سلام حضر حضرك الحمد لله أربع فريق عامل كل مبسوط بتتباية حضرك معنا الله يخليك أنا متشكر جدا وشايف بصراحة مجهود الهائل اللي بتعملوه وبالتوفيق دايما يا رب أعيز أعرف من حضرك الأول مفهوم التنمر التنمر عملا هو سلوك قديم لكن المسمى هو الجديد فالتنمر من زمان وإحنا صغيرين كنت تعرف أن مثلا في المدرسة تلاقي فيه طلبة يقولك لا مش هتعدي علم ما ناخد سندوشاتك يقطع لك الشنطة يضربوك يبتتجمعات فالمسمى بتاعتك هو تعمد إذاء الآخرين بطريقة متكررة وعدائية تعمد إذاء الآخرين بطريقة متكررة ومتعانية طب ليه معايير لأن أنا ما ينفعش أن أي حد أقول ده متنمر صحيح أشوفت واحد بيضرب واحد أقول ده متنمر لا أشوف الأول ممكن يكون رد فعل هو ضربه فراح دايه بدأ التاني يرد فعل راح ضرب يبقى كده ده ده نمر بيكون فعل لا رد فعل ده مش تنمر ده بتبقى حاجة موقف هو طبعا مش معانا كده أن كل واحد يتضرب يضرب ويعمل لا طبعا يبقى بسلوك لكن التنمر ليه معايير عشان أقدر أقول أن ده تنمر كتنمر عادي تقليد اللي هو المعايير بتاعته إنه هو يبقى متعمد إن أنا أبقى متعمد إن أنا أزل آخرين ده أول حاجة إنه هو فيه تعمد تكرار إن أنا أكراره أكثر من مرة إنه ده يقولك ده متنمر يعني يعني بيضرب ده بتخاني مع ده عدائية وبيبقى فيها اختلال قوة ده اللي هو الحاجة التالية اختلال قوة اللي هو بيبقى ايه بيبقى واحد ضعيف واحد أقوى القوة بيبدأ ايه يتنمر على الضعيف والقوة ما بتبقاش دايما بدنية ممكن تبقى قوة واحد عندما تصدقى بالنفس عقلية أو قوة عقلية حسب أو قوة إنه مجموعة وفيه فرد فهي بتبقى لازم يبقى فيه اختلال قوة يبقى فيه تعمد وتكرار أنواعه بيبقى طبعا كتيرة منها لفظي وفيه نفسي بدني واجتماعي وإلكتروني اللي هو موضوعنا بتاع النهاردة اللي هو الاجتروني فاللفظ اللي هو بيبقى مثلا إنه شتيمة مثلا مش مقبولة زائد إنه فيه إنه أنا أكلم حد أقوله أطلق عليه لفظ مثلا أو لقب هو بيكرهه حتى لو كلمة حلوة بالنسبة للوصي يعني إحنا نسمعها نقول ده عادي هو زعلان ليه اللي هو زعلان عشان الكلمة دي بتدايقه هو عارف فيه موقف حصل ما بينهم مثلا فإطلق مثلا الكلام بلفظيا بشتايم أو مثلا إنه أنا تحقير بقى إنه أنا أحقره في حاجة بعدين فيه نفسي كمان إنه أنا بقى بقى همز ما بقى بيتكلم مع بعض وشواشة شايفه لين آه طبعا وهو بيبقى شايف إنه أنا بنتحك عليه على موقف معين بدني معروف اللي هو ضرب كعبالة شنجالة تأتيع تاخد الأدوات بتاعته بالقوة طبعا الإلكتروني اللي هو موضوعنا النهاردة هو نفس التنمر اللي هو تعمد إزاء الآخرين بطريقة متكررة وعدائية بس باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة اللي هي التكنولوجيا والإنترنت طب أي أشكال وطرق التنمر الإلكتروني؟ يعني دلوقتي حضرتك التنمر الإلكتروني إن كان التنمر كصفة عامة أو بوجهة عام وأشمل انتشر في مصر ولكن التنمر الإلكتروني ناس كتيرة وممكن تكون إحنا تقريبا بنمرسو ومعرفش إن هو ده تنمر أي أشكال وطرق التنمر الإلكتروني؟ طرق التنمر الإلكتروني كثيرة منها رسائل قرهية مثلا بقعت له رسالة فيها أنت وحش أنت قيني أنت مكرون أنت محدش بيحبك فدي رسائل قرهية بتبقى كثيرة ومتكررة زي ما اتفقنا وبيقى متعمد إن هو يكون عايز يأزيف مشاعره طبعا الرسائل دي بتبقى فيها أزا كبير فيه تاني إنه ممكن صور أخذ صورة من بتاعته وأعمل عليها تعديل وإذا كانت بنت مثلا طبعا الموضوع بيبقى سخيف وبتبقى حاجة زي التعليقات ممكن يبقى أنت حاطت صورة جميلة قوي ليك ومستني بقى إيه الجمال ده إيه الشياكة دي وتلاقي فيه واحد يوم ما بوازلك كونت سخيف كده طبعا ده تنمر بتعليقات بس طبعا لو مرة وحاجة زي ما قلنا لازم يبقى فيها إيه تكرار إذا ما عملت مرة وبعدين جئت قلت لك لا يا دكتور بس لسونات شيل التعليق ده فا بتشيله خلاص ده مش تنمر لكن لما تعرف إنه بيضيقني وتكراره يبدأ كده إيه تنمر زائد إن أنا مثلا لو عايز أخد مثلا أعمل مثلا فيسبوك فيت مثلا باسم مختلف وأجيب صورة حد وابدأ أخش انتحال صفاء وشخصية انتحال شخصية باسم جديد أو إن أنا ممكن أخش أبعد رسائل فيه أعرفت البرامج اللي هي بتاعت فاتف هذا ورحاجات دي دي برضو بتبقى حاجة سخية جدا دي مش 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 فاتفادة ولا صراحة دي بتبقى لها المسمى تاني بتبقى بتوصل لحد الواقع لإن هي بيبقى فيها ساعات أدعية واشتيمة وكلام لإنه مش عارف مين يلجيها ما قولت المصدر ولو هو الفرد نفسه وانت مش عارفه ساعات انت بتبقى عارف مين الشخص ده اللي هو اللي تنمر عليك بالطريقة معينة بتبقى بيقولك مثلا إيه رسالة بعتها لك فلان فلان المسمى يعني خلاص فانت بتتوجهه لكن لو انت مش عارفه فليها إجراءات تاني فطرق كتير قوي منها زواج وفيه التهديد والابتزاز بقى بتوصل لكده أنا فيه فيديو دخلت عندك واخدت أبدأ ايه أهددك بيه والله لو ما انت ما عملتش اللي أنا عايزه أنا هايه هشاير الفيديو ده هحط الصورة دي فطبعا دي بتبقى مأساة بتبدأ انت ايه تقول له والله أنا أنا ماشي حاضر عشان ما تعملش ايه ما تشارش الفيديو ده ومسكنة ان الحكاية دي بتتكرر تاني كتير ما هو بدأ تهديد معاك والابتزاز مش هتنتهي هي سلسلة خلاص لانه هو هو بدأ قال لك ايه قال لك انه خلاص انا ايه هتعمل دي ومش ايه مش هطلب منك حاجة تاني عملتها هتعمل تاني هيصورك تاني وانت بتعملها يوم يبدأ ايه يعملها تاني فبيبقى طب خليلي اغررت بعين عن السرب شوية وقول له حضرتك وخاصة في القرى وخاصة في أهلينا الناس كبيرة في سنة تقولك أنا مش عايز فضايح أنا ليه اروح اشتكي أنا ليه اروح للمركز اروح الاسم اعمل محضر ضد الشخص اللي بيبتلزيني ده او الشخص اللي بيسبب لي ازعيك حضرتك شايف الى اي مدى السلوكات دي صحيحة او ام خاطئة لا طبعا حضرتك لازم توقف المتنمر لا انا شايف ان فيه موقف عدائي حصل وانه ده بيحصل ازل نفسي الابني ساعات انهم مش عايزوا يروح بقى خلاص لمدرسة مش عايز وبعدين مشكلة كبيرة بالنسبة له ان هو بيحصل له ازل ان هو يعمل ايه اقول لا خلاص بقى انا مش عايز فضايا طبعا لازم يتلمي مثلا اولا 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 الامور بيبدأ يوعد مع ابنه بعدين يبدأ يروح للمدرسة يشوف لو فيه ادارة مدرسة او نادي او مكان اللي هم فيه الموضوع يكبر سنة سنة لغاية ما يتلمي لان لو في الاستمرارية بتاعته فيها ازل نفسي كبير تمام طيب دلوقتي حضرتك انا عملت كومنت صخرية لشخص موعين انا كده متنمر حضرتك جيفت وعملت لي لايك او عملت اي رئيكت على الكومنت ده او اي التيني هل حضرتك تدخل تحت دقرة تكون شخص متنمر يعني تأييد التعليقات تنمر ان انا شايف تعليق واحد رح حاطتلي تعليق باية او شتمة ورحتاني اعمل عليها لايك او عملت عليها قلب او عملت عليها اي حاجة ده كده تنمر لان تأييد التعليقات ده تنمر تعليقات تنمر تأييد التعليقات تنمر لأنه هو بيبقى ايه خلاص هو خات حافز انه هو ايه يزيد لكن لو حاضرتك جيت قلت له لا ليه كده فحاول لازم امنعه انت ده ده واجب عليه ان انا امنع التنمر اساعد في منع التنمر لكن ان انا اعمل لايك ده معناه ايه انا معاك وساعات انت ممكن حاضرت كمان تشاير البسط اللي واحد بس كده دكتور الموضوع ده خرج عند ايرت التكرار هو اللي بيعمل لايك على كومنت نفسه هو كده مش بيكرر هو ممكن اعمل المرة احدى هو ازاي يسمى متنمر في الحالة دي ما هو التعليق انا علقت علاك ده مش تنمر انا علقت مرة واحدة مش تنمر جيت انا قلت لك ايه لو سمحت ايه احزف التعليق عشان ده حاجة بالده فانت رحت ايه قلت له لا مش اشي لحاجة يبقى كده انا عمده عن انت متعمد ان انت تأذيف الهتة دي او ان انت عايز ضرر في اللي انا بعمل تأييد للتعليق بتاعك دي داخل فيها تعمل وداخل فيها اختلال قوة انا دلاتي هعمل ايه انت عايز بقى تحزفه خلاص يحزف البوست كل ساعتها انت بقى تعمل ايه يحزف البوست او اعمله بلوك بقى طلعه قل ولكن يدخل تحت دقائرة التنمر طبعا طبعا تأييد التعليقات تنمر اللي هي التعليقات اللي هي طبعا مؤذية السخيفة وانا بقايدها ده التنمر تمام طيب لو انا عايز اصل حضر لك هو ايه الفرق بين التنمر العادي والتقليدي والتنمر الاولكتروني وايه اكثر ضرر يعني ايه اللي بدرنا اكثر تمام هو سؤال جميل جدا لان اللاين والاوفلاين التنمر اللاين والاوفلاين طبعا التنمر التقليدي ده اللي هو العادي انه حصل موقف مثال ده في مدرسة او في نادي او في مكان وحصل موقف ما بين اتنين الموقف ده حصل انه ايه واحد حاب يتنمر على واحد ورح مسكوا وقعوا الارض ضربوا وخبطوا بحاجة فالناس اللي وقفة دي حكت طب حصل الموقف والناس شفيتوا خلاص خلص ده اللي هو ايه التنمر التقليدي العادي ده يعني مربوط بايه بمكان وزمان مربوط بمكان وزمان طبعا التنمر التقليدي مكانه فين التنمر بيحصل معه ما فين في المدرسة في المدرسة اه من امتى الامتى من الساعة كذا للساعة كذا خلاص هو طبعا ازا ومشكلة كبيرة وليها حلول ولكن التنمر الالكتروني بقى الفرق ما بينهم ان انت في اسناء ما بيتضرب واحد رح مسور فيديو رح واخد اللقطة دي فيديو ساعتها الفيديو ده يئما يشتخدم كتهديد وابتزاز للشخاص ده يقول له لو ما عملتش اللي هنقولك عليه هنحط الفيديو ده على الفيسبوك هنشاير طب لا انا مش هعمل هيتشاير هيحصل ايه مشاكل ويتشارك مع الناس طبعا لو في حدود المدرسة كم واحد شافه صحيح لكن لكن على مواقع التواصل الاجتماعي الموضوع كبر العيلة عرفت مش العيلة بس ده مش محضرة بغرافة ده انت بتعدي العالم ده ممكن اي حد معاك على الصفحة ممكن يشوفه وهو لو حطه كمان بقى على مكان وفتح الشير بتاعه قده خلاص الموضوع هتواسعه في ايهم اكثر ده اللي هو المحتوي طب بالنسبة لل اللي حصل مع اللي هو المتنمر عليه بالنسبة لمشكلته هتبقى ايه ان هو لما ايجي روح مدرسة مش عايز روح مدرسة عنده مشكلة ان هو في المكان ده هي المشكلة بتحصله في المكان ده لكن التنمر الالكتروني ليه مكان ليه زمان ولا مكان ولا زمان ده 24 ساعة في 24 ساعة بيبقى عنده عمله روح بكده ان هو ممكن بالتهديد ان هو ممكن يحطوله في اي وقت فطبعا ايهم اكثر دررا اكيد الالكتروني الالكتروني لانه عالم مفتوح كل الناس بقى تخش عليه طيب خلينا نتكلم بصراحة شوية ليه دايما البنت بتكون اكثر دررا عرضة واكثر عرضة واكثر دررا من عملية التنمر من الولد هل سلوكيات المجتمع هل عادتنا هل تربيتنا طبعا طبعا احنا عندنا المجتمع عندنا مد البنت صراحيات محدودة عن الولد قافل عليها شوية على اساس لا البنت لا مش هينفع تحوضي الوقت كذا لا مش هينفع تلبسي ده لا مش هينفع تعملي كذا طبعا الحاجات دي انا بقولش انها غلط ولكن بقول ان هي قافل عليها بالنسبة ده ان المكر بقارن دولتما بين الولد مميد البنت إنه هو التنمر وتأثيره كمان عليها أنا بنت النهاردة لما بيحصل موقف صغير بيأثر معاها أكتر من الواد زي إيه مثلا هي بالنسبة للبنت لبسها تشياكتها الجمال حاجات دمزمها دا حتى لو عندها سنتين ثلاثة بيبدأوا إيه يحتمل لها شوية آه طبعا طبعا دا لأ دا أنا مشاي لبس دا دا أنا لازم دا مع دا الجزمة دي مع الشانطة دي صحيح حاجات كده ما ينفعش وتروح المناسبة أول ما تخش المناسبة تلاقي واحدة لبسها نفس اللبس كارسة 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 بالنسبة لها حصل إزاي دا إيه دا؟ لا 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 وممكن تمشي تغير ولما تمشي تروح تغيرهم ما تلبسوش تاني دا بالنسبة للبنت أو إنها تروح مكان تبهم استنيني إيه إيه الجمال دا مثلا إيه الشياكة دي المتح آه آه آريبها إذا كان مثلا أنا بتكلم على سن معين طبعا البنات في جميع الأعمار بيبقى برضو بيبقى ممكن لو لابس نفس الطام وده خلاق أصحابه كلهم نفسه نفس الطام هيسلم عليهم ليعملوا حفلة يعملوا حفلة دا بالنسبة لهم تبقى إيه الجمال دا؟ صحيح دا حاجة أما البنات لا البنات بالنسبة لها دي بتبقى مأساة إن هي تلاقي نفس الحاجة زائد إن بالنسبة لها برضو بتبقى مشكلة كبيرة جدا لو حد علق تعليق سلبي على لبسها ممكن يفضل عمر كله دا بتأثر دا ممكن فعلا ما تنامشي ما تكلش طيّة طبعا طبعا بيبقى بالنسبة لها مأساة كبيرة قوي عندها الحيطة دي لا ما منفعش حد يجي جنبها أما الولد لا الولد بالنسبة له بيبقى الموضوع مفتوح شوية زائد موضوع برضو إن لو تحطت لك صورة تعملك مثلا زي طرق اللي هي من طرق التنمو إن أنت ممكن أخد صورتك أحط عليها عشانا أغيرها أحطها على حاجة تانية أحطها فبالنسبة لك أنت كولد الموضوع مش قوي يعني ممكن تزعل وفيه أولاد بيزعله قوي بس مثل البنت البنت بالنسبة لها دي كارثة تدمير وبتوصل ده فيه ساعات بتوصل لحالات انتحار يعني أنا بسميه كده قتل عام يعني صحيح لأن حالات انتحار حقيقية حصلت بسبب تنمر التنمر مثلا تحط صورة تحط فيديو بيسموها دلوقت تغفلات كده ما بين الشباب يقول لك يا أنا صورتك بالنسبة للشاب لما يتحط صورة زي كده ممكن يتحقوا عليها وممكن خلاص بقى شيلها ومش عارفية وتعدي أما البنت لأ البنت ده فيه لأ بابا لو شافها ماما لو شافيتها الجرام لو شافوها صحاب لو شافوها لا 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 الموضوع ما ينفعش ده بيعلى الدرجات إن هي تبقى تقفل على نفسها تخش في حالة اكتئاب يعني الموضوع مش بسيط يعني التنمر ترسى من الكوارث إن هو لو ما تحجمش بيحصل فيه عواقب وخيمة يعني منه زي ما قلت لحضرتك بيطلق عليها أتل عمد أتل عمد طيب حضرتك شايف إحنا إزاي نعيد ترتيب أفكارنا نعيد ترتيب تربيتنا ترتيب سركياتنا وعاداتنا اللي إحنا تربين عليها علشان نواجه التنمر ده وعلشان نكون من نيس بين البنت والولد في موضوع التنمر حضرتك شايف إن ممكن نعمل إيه لا هو البنت ما فيش تميز اللي هو الوحش الطبيعي إن إحنا بنقول البنت ما فيش حاجة اسمها البنت أحسن من الولد أو الولد أحسن من البنت لأن دول الميزان بتاع صحيح وبعدين ده البنت هي مين البنت أمي وأختي زوجتي طبعا طبعا وليهم الاحترام وده من غيرهم أصلا هتحيش إزاي نصف المجتمع وبيصنف تشكيل نصف آخر أنا عندي أولادي مراتي أمي وأختي دول لو أنت مش هتتبقى شايلهم إن هم حاجة عالية قوي إنت فين إنت ولا هتبقى حاجة لأن هم أم الست دايما بتبقى هي دعماك في جميع حالتها إذا كانت بنتك ولا مراتك ولا أمك ولا أختك فكل دول بيبقوا حواليك لكن إنت تقول لا أنا الولد هو السيد زي السيد لا 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 الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيخيط حاجته بإيده وكان بسيط وكان بيلعب مع زوجته يعني الدنيا مش صعبة لا لا طبعا 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 تمام طيب أنا إزاي عرف إنه ابني بيتعرض للتنمر إزاي عرف إنه معي رتفل من أطفال بيتعرضوا للتنمر خلينا دلوقتي مع التكنولوجيا الجديدة واللي إحنا شايفين العالم اللي إحنا شايفين وده تلاقي إلا ما رحمي ربي طبعا هتلاقي فيه طول النهار قاعدين على مبالوتهم على الكمبيوتر ودلوقتي مع الأجازة مع الفورونا هتيجي تقول له إزاي كرة طبعا من فترة كبيرة وخلاص مساعد ما داخل التكنولوجيا الحديثة دي والإنترنت فبقى الموضوع من سن صغير بدأت الأسرة تسيب لهم الموبايلات في إيديهم وساعات الأسر كمان يقول لك إحنا نستريح من الحتة دي إنه هما مجغولين أخذ تلفون وبيض عنهم فالطبيعي إن أنت بتشوف الحالة دي فجأة تلاقي الولد أفل الفيسبوك حزف الحساب بتاعه طبعا أنت ممكن ما تاخدش بالك لأن في أبهات ومهات كتير قوي مش متابعين صحيح فدي طبعا مصيبة أكبر فتلاقي فجأة تلاقي بقى يخاف أول ما يسمع راملة الموبايل تلاقي تحس بتوتر كده إن في حاجة خير إيه فيه إيه يحصل إيه آه في حاجة فيه تهديد بيحصل هنا ساعات بيبقى اكتئاب بيخش مش عايز تجمعات الأول كانت ليه بيرخم على أخواته يبص على موبايلاتهم يجي دلوقتي من عازل لا مش عايز حد ولا حد يشوف موبايلي ولا شغل ولا يشوف موبايل حد ووقت كبير تيجي معادي من جنب تليه راح إيه يخاب الموبايل يخاب الموبايل بتاعه ففي حالات إنت لو مشغول في شغلك طول النهار مش متابع مش تاخد بالك من حاجة دي خالص فطبعا هتسيبه بيتوصل الموضوع لمرحلة أكبر لازم بيبقى بيبقى فيه متابعة بتعرف هي دي الحالات اللي بتبدأ موضوع أن انت تقوله وريني الموبايل بتاعك وأن انت بقى هتبقى تنتدخل فيه في خصوصياته في حاجات بطريقة كده لا طبعا هو بيبعد عنك لكن هو زبا الأب لازم أو الأم لازم يبقى قريب ويبقى يسيب ثقة ويبدأ يتعامل مع مع الشخصة مع ابنه على كده ويبدأ يشوف إيه ده إيه اللي حصل طب هو إيه فاسع ما بيقعدش على كمبيوتر ليه ما هو كان على طول بيقعد ده انت لو متابع أنا بتكلم عن كده برضو دي مأساة برضو في أوليها الأمور صحيح لهم مش متابعين فأول ما تحس بحاجة من الحاجات دي تبدأ تركب باتنين تده مع برده لا ده ده فيه حاجة تمام طيب دلوقتي يا دكتور لو أنا المتنمر أو لو ابني هو المتنمر أو هو القائم بالفعل ده أنا هعرف إزاي وعالج المشكلة دي إزاي لأ هعرف إزاي دي أنت مش هتعرف أن ابنك المتنمر إلا زى حد اشتكى لك آه طبعا لكن لو الدنيا ماشي حلوة كده وشايف مش هحد لكن أول ما تجيلك شكوى طبعا مصيبك دي رأي يا بطول إيه ده ابني ابني استحالة أنا بنتي تعمل كده لا 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 ده الجناحات بتبقى طالعة منهم ده أنا بقولهم كل شوية الجناحات بتاعوا كل أموه عشان ما تخبطش في حد فما فيش حد أبدا بيقول بيعترف من الأول طبعا برضو إلا مرحمة رفضي صحيح في ناس كثيرة آه طبعا لكن فيه مغزم الناس يقول لك لا أنا ابني أنا مربيه أحسن تربيه استحالة على بص استحالة يعمل كده فأول ما يقول استحالة يعمل كده دي تعرف إن إيه إن إيه لأ أنت لازم تبقى متوقع إنه ممكن يكون ابحث شوف اسأل خد توقع إنه ممكن يكون حدث فعل زي ده يعرف إيه اللي حصل فأول ما حاجة تعملها تشوف التجمعات اللي هو بيتجمع فيها تسأل وهو الأول طبعا الولاد في جميع الأعمار ما ينفعش إنه الموضوع الضغط والضرب لا 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 المصاحبة والمسائسة وبالراحة وإيه طب حكيلي طب حصل إيه طب مين شوف التجمعات اللي هو ممكن يكون هو كويس صحيح لكن في مجموعة في المدرسة هي منضم لها هي المجموعة دي المتنمرة لأنه إحنا قلنا بيبقى فرض أو جمع طبعا هو فرض كويس بس مع مجموعة وحشة بعيدوا عنها أنا عرفت إنه هو متنمر وتأكد لأن المدرس قال لي زميله قالوا لي والدنيا خلاص تقررت الشكل أبدأ أنا بقى أقعد معاه أديره طبعا أو حطه في موقف التاني أقوله دلوقتي اللي متنمر عليه أنت دلوقتي لما تتنمر عليه حط نفسك مكان أنت لو مكان هتعمل إيه أبدأ أشوف الإيجابيات اللي عنده بس إيجابيات مزبوطة ما أقولوش مثلا آه والله ده أحلى حاجة فيك إن أنت بشوفك بتصلي الفرض بقى هو أمري ليصليش ما ينفعش فلازم أقوله إيه أجيب إيجابيات فعلا عنده وأمسك فيها أقوله والله أنا بص أنا بحب فيك الحتة دي والحتة دي ولكن الجزء ده هو ده اللي بيخليني إيه حالب توصل التركيز على الإيجابيات طبعا طبعا أشوف إيجابياته نعزز الصباح شوية أه أحسن أنه حد مهم حد مختار أنت كويس أول بس الحتة دي يعني نحاول نعدلها لأن حط نفسك مكان وهو شوف التأثير اللي بيعز الأذى النفس اللي هو تأذى إزاي طب وليه طب أنت استفدت إيه فالحاجات دي طبعا لازم تتعامل أننا دلقة أولادي ممكن يتعرضوا أن هم كويسين ولكن يخشوا في مجموعات مش كويسة مش كويسة يبدأ ويعيشوا معاهم ويتنمروا على ناس ثاني ويتخيفوا مع الوضع كبير ما خلاص ما هو بالنسبة له مش فيش مشكلة هو فرحان بيتحقوا صحيح بيأخذوه هزار يقولك إحنا بنهزر وساعة الجد لما تيجي يقولك إحنا بنهزر لا فيه فرق ما بين الهزار لأن الهزار زي ما قلنا في الأول إن أنا لما أقولك لو سمحت الهزار شرط يكون مقبول أصلا ويكون مقبول آه وأنا بداي منه أنا بقولك أنا بداي منه خلاص ده ما بقاش هزار بقى ما تكررهوش طبعا 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 كتير قوي من الأباء بيوصلين على رسالة الصفحة بيقول لي أنا بتجسس بنفس اللفظ على ابني وهو مش موجود على المبالب بتاعه وهو مش موجود حضرك لأي مدى شايف السلوك ده صحيح أو خاطئ هو الأول بتجسس إزاي يعني هو معاه الباسورد بتاع تقريبا حاجة زي كده هو المتابعة مش وحشة يعني إن أنا تابعه وأعرف في إيه بس طبعا لغا تسن معين لأن أنت بعد سن معين أنت لازم تسيب له الصلاحية كاملة يعني في سن المراكد إيه خلاص بقى هو كبر أنت ربيت وعملت سلوك خلاص بقى ما ينفعش لأن لو حاجة زي كده هو أصلا مش هيديك له الباسورد صحيح مش هي وهيعرف دلوقتي هما في التخنيات الحديثة الولاد يعرفوا مين نفتح مهوائف خلاص وأحسن من الأباء يعني إن هما دلوقتي فاهمين برامج بيخشه إزاي وعملوا إيه ويعمل باسورد وممكن يعمل لك حساب تفرج ويديك الباسورد بتاعه وتعيش مع الحساب ده ولكن في حساب تاني اللي هو الخاص خلاص برايفة بعده ما تعرفش عنه حاجة فالنهار ده التجسس المتابعة حلو أنا أقول المتابعة لكن إنت هتتجسس عليه بقى أنت كده ما بتدلوش الثقة المناسبة لازم يبقى عنده ثقة في نفسه لو إنت شايف بقى حاسس بحاجة أول حاجة تقعد معاه زي ما قلنا في الأول تقعد تشوفه وتوجه لأن أكتر حد هيخاف مع على أولاده والله أبو الأم أكتر حد أكتر حد هيخاف على اليوم هو فلازم تفهمه تحسس هاله مش تقول هاله لأن الكلام حلو أول لما أجا أتكلم كويس لكن هو يحسها يحس أن أنت تظهره ودعمه أن أنت أي مشكلة أنا معاك صحيح فتشوف إيه المشاكل اللي هي بتواجه وتقدر تدعمه فيها لكن أن أنا أتجسس عليه أن أنا أخش وهو لو اكتشف الموضوع ده حيلاقي أكتر من صغره وهيلاقي أكتر من حاجة أن هو يعمل ويخب عليك صحيح فلازم تكتسب الأول هو بس الثقة هو يكتسب يبقى واثق فيك أن أنت مش هتضربه مش هتزعقله مش هتعمله مشكلة مش هتحول لأن أنت يوم ما تعرف حاجة بسيطة وتأخدها أو تعمل فضيع أو مشكلة أو إخناء أو در حيخب مش هيحكيه لك طيب أنت كده اللي بتعمل الفجوة دي لا أنت المفروض تقرب خده في حضنك عارف فكرة الحضن ده للولاد بيبقى علاج علاج طيب فيه كمان يعني فيه مقولة بتقوليه أن الحضن أديأ مكان ولكن في الحقيقة هو أوسع مكان أوسع مكان حقيقي حقيقي ما ليس أيديه ده الحضن علاج علاج أن البنت مثلا مع باباها مع أمها الولد بيتلاقي في ساعات هو محتاج حضن هو مش محتاج تتكلم هو مش محتاج تتسمعه صحيح هو محتاج أن هو بس يحس بأمان أو هي تحس بأمان مجرد الحضن ده يحس أن هو خلاص بقى أن فيه حاجة حمياء من إيه بقى دي مع الحضن بقى أنت ممكن إيه في حاجة طب لو فيه حاجة أقوليلي مش هتقوليلي برحتك بس أنا لو عرفت يعني لو قلتلي أنا قدر أوجه وساعد هتجربك مرة أو هتجربك طبعا هيديك حاجة لقاك خدتها كصاحب ووجهت فعلا والدنيا خلاص هيبقى إيه معاك وهتكبر معاك الثقة وهيبدي واشتعل معاك كويس لكن لو جيت بقى قفلت معاه وعملت له مشكلة وصغل الأبهات بقى لهو إيه عارف أنت بقى التدخين والتهويل واو تمنع وإزاي وإزاي نزول مفيش مش عارف إيه مفيش مصروف مفيش كذا أنت بتعالج إيه هو أنت بتعالج سلوك هو الشخص نفسه الكيان ده لا ده ربنا خلقنا كلنا في أحسن تقويم صحيح سبحان الله كلنا في أحسن تقويم السلوك ده في الآخر حاسب نفسك لأن أنا لما بوجه له اتهام أقول له أنت فاشل أنت متنمر متنمر دي هو 25% حضرتك مسؤول 75% من التنمر بتاعه لا لا تاني دكتور طاري بيقول لو ابنك متنمر فهو مسؤول 25% وحضرتك لكل أب بيسمعنا لكل أم بتسمعنا مسؤولة 75% وضح اللي دي تاني خبرا أنا بقول أنا بوجه لك اتهام دلوقتي بقول لك أنت متنمر أنت أزيت زميلك ليه لما أزيت زميلك ليه دي طب ما لها أسباب أسباب هو شايف أن أنت بتضر الناس شايف أن أنت بتعمل حاجة لأن النهاردة توجيه الولاد وتربية الولاد والسلوك اللي احنا هي المأساة دلوقتي الأزمة هي أزمة أخلاق وسلوك أزمة أخلاق فعلا فالنهاردة أنت لما بتجي تربي جي ربي اللي ايه ربي الولاد أن هما يطلعوا على السلوك كويس أن هما يتعاملوا مع الناس كويس طب ربيهم إزاي يقول لهم لا 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 الولاد ما بيسمعوش بيشوفوا اللي بيشوفوك بتعمله هو ده الصح لأن انت بتبقى المسل والقدور بتاعته أنا دلوقتي حد خبط على الباب واول ما خبط قوله بابا مش هنا بابا مش موجود فرح بابا مش هنا طب هيجي إمتى يا بابا تعالي أقوله هيجي يا بابا تجي إمتى أيوة الولاد الصغيرين بيبقى الفترة ما عنده استردني أسألوه لك آه بابا تجي إمتى هو خد إيه دلوقتي لما أجي بعدها بساعة أو قبلها بساعة أقوله إن الكتب حرام مين فيهم اللي هتطبع في سلوكه اللي هو شافه اللي بيتنفذ التطبيق لكن الكلام الكلام بيتسمع وعادي لكن بيشوفك بتعمل إيه يعمل زي لا الحاجة دي حرام وإنت بتعملها كلمة حرام دي لا طالما بتعملها يبقى دي لإيه الصح زي برضه ممكن بنت تيجي واحدة جريتهم داخل عندهم تقول لها إيه يا ماما طنت لو سمحت توريني لسانك كده بتقول لها ليه حبيبتي بتقول لها أصلي ماما بتقول إن لسانك زي العقربة صحيح جدا الولاد ما هي البنت أصلا ما عندهاش مشكلة دلوقتي لا أنا ما عندهاش مشكلة إن أنا أسمع أسمع غلط وحرام وعيب ماشي لكن الواقع اللي بيحصل هو ده اللي بيطلع فإنه النهار ده المشاكل اللي بتطلع عندي الخلافات الأسرية اللي موجودة في البيت كل ده ما هو ده اللي بيطلع التنمر أنا بشوف الناس بتعمل غلط أهلي بيعملوا حاجة غلط لما أجي أعملها برا بتبقى غلط ما بتبقاش غلط بتبقى هيدي الصح اللي أنا أطالع عليها وشايفها طابعا هو ده السلوك يا أنا ده بالنسبة لي هو ده السلوك الطبيعي لم يجي حد يقول أنت غلط كده أقول له غلط إزاي ذا أنا بابا بيعمل كده ماما بتعمل كده ماما بتعمل كده فما ينفعش لازم أنا الأول أشوف أنا طلعته متنمر أنا طلعته متنمر ليه؟ إيه دا؟ أو أنا لطلعته متنمر مدتهوش وقته مدتهوش وقته أنه أنت تتوجهه سبته حتى لو هو كويس ودخل في وسط المجموعة سبته أنه هم اللي شكلوا صحيح أنت شكلت فيه إيه؟ عملت فيه إيه؟ فارجع لنفسك أنت الأول بتأثير دا من حضرتك فلما تعرف كده في الأول وإنت بتكلمه هتلاقي نفسك بتكلمه إيه؟ طبعاً ما أنا غلطاً معاك 75% يعني أنا يعني أنت 5% مش شريك بقى شريك دي يعني إيه؟ 5% دا أنا 75% فأنا شايل المشكلة دي 75% فأبدأ أعالج نفسي معاك أنا بعالج 25% وأبدأ أشوف اللي خالط عندنا فين 75% والعلى والعسى دي رسالة مهمة جداً من وجهها لكل حد بسمعنا حالياً أنكم تقربوا شوية من أبنائكم دكتور طيب يقول ابن حضرتك وبنت حضرتك بتعملك تست بتحكيلك على أول موقف حصل معها بتحكيلك على أول مشكلة على حسب الرد فعل حضرتك هيتكون انطباع هيدوم مدى الحياة هل يا ترى حضرتك هتهول وهتجيبه الأم وتقول لها دي تربيتك دي آخر تربيتك شايفة استهانم دي آخر تفريتك دي آخر حبك دي آخر دلعك الزيادة للعيال دي أو للشباب دول عشان كده الابن بيعمل لك تست حاول دايماً في أول مرة في أول تست في أول خضاء يعمله حاول تقرب منه حاول تحتضنه وكون عارف إنه حضرك من الشريك حضرك أكتر من شريك في الخضاء اللي هو بيعمله لأنه أساس التربية هي أساس الخضاء أو الخضاء هو ناتج عن سوء التربية نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا أكرر وأجدد التحية بحضرتكم من جديد في الفقرة الأولى أو في الجزء الأول مع دكتور طارق عرفنا التنمر ومفهومه وأسبابه وإزاي إحنا ممكن نحمي أولادنا وإزاي نقرب وإزاي نحتضن أبنائنا وبناتنا ولكن للأسف لو وقع التنمر إيه الإجراءات القانونية إيه القوانين هل جمهورية مصر العربية فيها قانون بيؤدين التنمر ولا ده اللي هنعرفه مع دكتور طارق دكتور أكرر تحيب حضرتك الأول منورنا أنا سلام حضرتك عايز أعرف من حضرتك هل مصر العربية جمهورية مصر العربية عندنا قانون بيجرم التنمر طبعا فيه القانون رقم 175 لسنة 2018 ده قانون تم إزهاره خصوصا للجرامي الإلكتروني البنود بتاعته كلها بتتعلق بتقنية المعلومات فيه بنود بقى خاصة بالتنمر صحيح يعني أنا دلوقتي كله بيتعلق بإيه بالمواقع الإلكترونية وحماية المواقع وحماية الحياة الشخصية على الإنترنت فيه نقط منها بقى بتتكلم على اللي هي الخاصة بالتنمر نفسك إزاي تحمي نفسك إزاي تقدر تعمل مثلا حصل لك تنمر إلكتروني طبعا إحنا قلنا في الأول أنت بتوجه بتشوف ابنك الأول إيه المشكلة بيوريك الحاجة بتبدأ تروح المدرسة أو الجهة اللي هو حصل فيها تنمر أو لو والد اللي هو المتنمر أو المتنمر نفسه بتشوف لو سمحت الموضوع ده لا ما ينفعش كده ما يتكررش تاني لو تتلمي كده بصفة ودية مش لازم نتحل ودية قانون آه طبعا لأن ساعت أول حاجة هيعملها كيقولك أنا بحذر طالما بتحذر خلاص بقى يبقى إيه ما تتكررش تاني حصل إن ما فيش استجار أو ما فيش خلاص موضوع خلص خلص مخلص بقى والموضوع فيه تكرار وبدأ فيه تهديد فيه زي ما قلت لك كده فيه فيديو ممكن في مدرسة مثال صغير كده يجي ويقوله إيه يقوله بص أنا عايزك تروح تجيب لي الألم أو تجيب لي حاجة من الطالب من شانت الطالب من شانت ده ويروح يفتح لعبة لعبة هزار هزار ويبدأ واحد يصور فيديو ففي التصوير ده هو راح فعلا وجاب لهم الحاجة برافو مش عارف إيه بتاعهم الفيديو هو هو مش عارف حاجة ما يعرفش إن فيه تصوير هو لعبة صوروه طيب بصي بقى انت دلوقتي الفيديو ده معنا ولو ما عملتش اللي هنقولك عليه فكده حاجة تكون حرامي خلاص بقى ما احنا هنودي ده المدرسة هنحطه عن شايره على فيسبوك هنودي البابا هنودي الماما هنعمل بقى هنعملك لي هننشره في كل حت صحيح فهتعمل إيه طبعا رعب بالنسبة للولد إنه هو لازم ينفذ اللي هم بيقولوا عليه على أساس إنه ما يخشش إنه هو الموضوع يكبر صحيح يبدأ ينفذ إيه بقى هتلينا كذا هتلينا سندوتشات هات فلوس هات 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 ده بيبقى صحيح رهيب ده في السن الصغير ده موجود حتى في الكبار برضو صحيح جدا وارد فالنهار ده الولد يبدأ إيه يسمع الكلام يسمع الكلام يتصور فيديو تاني يسمع الكلام حصل بقى وليه الأمر اكتشف الموضوع ده لقى بقى بقيت في الموبايل عارف بالحاجات اللي احنا قلنا إزاي يعرف عارفه واكتشف الموضوع بدأ يتكلم معاه أول حاجة يعمل إيه في الموضوع ده طبعا زي ما قلنا بيروح للجهة التانية طب ما فيش استجابة يبدأ ياخد سكرين شوت للصور للرسائل الكراهية اللي بتتبعت لانتحال الشخصية لشيحنا قلنا فيه انتحال شخصية وفيه رسال تهديد فيديوهات حاجات متشيارة بتاعتك من على صفحتك متاخدة ومحطوطة في أماكن تانية ياخد إيه صورة للموضوع طبعا بالنسبة للموبايل بيبقى سهلة خالص بالنسبة للكمبيوتر برضو سهلة فيه زرار سواري اسمه برينت سكرين بالدسع ليه تاخد لقطة للشاشة اوكن مصور بالموبايل بتاعنا خدها بأي طريقة بس يبقى معاك إيه طبعا زي ما قلنا ان القانون طبعا دكتور أستوقف حضرتك أنا معلش فضل لو أنا دلوقتي أخدت سكرينشوت حد عملي كومنت سخيف أخد سكرينشوت أو حد اشتامني أو حد عمل إشهار أو تشهير بيا بشكل مش مناسب أو بشكل سخيف وأنا أخد سكرينشوت وأنا رحت المركز وروحت الاسم وأتخاص إجراءات القانونية أول إجابة منه هيقول هو هيمسح كده هيمسح الفعل اللي هو عمله وهيقول ده فتو شوب أو ده تزوير طيب أنا دلوقتي رحت قلت له في الأول ما أنا قلت الأول دايما ما ناخدش الإجراءات القانونية تبقى هي الخطوة الأونية طالما عارف الشخص صحيح أنت عارف الشخص لأن فيه حالتين فيه حالة أنت ممكن تبقى عارف الشخص وفيه حالة تانية تلاقي وحد يغدد ما أنتش عارف مين يعني بيبقى مثلا حساب مزور وما أنتش عارف وهمي وبيبدأ فده ليه طريقة وده ليه طريقة الطريقة الأولى أنت عارف الشخص فبتبدأ تشوي الجهة اللي هي تقدر أو حد مين اللي يقدر يقف يشوف يوقف الموضوع ده لأن أنت لازم تعمل ستوب لازم توقف المتنم قبل ما تاخد إجراء قانوني طب أنا بعمل إيه بقوم رايح له وقول له إيه دلوقتي الموضوع كذا كذا ما ينفعش لا لا ده أنا بقى هذر لا ده مش ما حصل شي ماشي هتتكرر تاني لا طبع ما خلاص بقى عارف إن ده نعمل وعارف لازم برضو الناس تبقى عارفة إن فيه قانون تم إصداره بخصوص الجرام الإلكترونية والقانون رقم 175 لسنة 2018 وخش الناس ممكن تنزلوا من على الإنترنت وتقرى البنود بتاعته كلها هتليها كلها في صالح الاستخدام الشخص أنت النهاردة لما تيجي حياتك الشخصية أنا لما حط حاجة على الفيسبوك ليها حماية القانون بيحميها بيحمي إن محدش ياخدها من غير إذنك وينشرها تمام فهنا النهاردة لما أجي يقول لي لا أنا بهذر هتبقى أنت برضو إيه عملت الموقف إن هو هيخاف مش يعمل كي تاني طبعا أنا النهاردة طب هو عمل تاني لا كده بقى يأخذ بقى إجراءة قانوني وروح أعمل المهدر وروح بيه ده بيتقبل المهدر وجرارة ملكترونية وطبع وليها حتى في القانون يعني بتقدر المدة الخمسة وعشرين بتحدد كمان أنها فيها لا مدة حبس مدة لتقل عن ستة أشهر المتنم diagonal لا تقل آه لا تقل عن ستة أشهر ومن خمسين ألف لم متى ألف أو بيحدى الإيه ستة أشهر أو من خمسين أشهر لا تقل عن ستة أشهر لا تقل عن ستة أشره يعني ممكن تزيد دا حد أدنى دا حد أدنى ستة أشهر ومن خمسين ألف إلى مئة ألف مادية أو بيحدى العقوبتين يعني ممكن العقوبة دي أو العقوبة دي أو العقوبة دي أو الاتنين مع بعض حسب طبعا ما الحكم بيطلع وإيه هي الجرامة أنا ممكن أقرأ لحضرتك النص بتاع القانون أو ممكن هم بيشوف القانون كله الناس النهاردة لازم يبقى عندها وعد تخش تشوفه قانون رقم 175 لسنة 2018 إقراء كله هم مش ياخذ معك خمس زي عشر داي هتلاقي فيه نقط كتيرة قوي كلها بالدعمة وقفة يعني معاك كده ضد التنمر بقى بأنواعه والاحتيال والنصب ببتزاز كمان طيب لو أنا مش عارف الشخص يعني ده بقى الجزء التاني يعني الجزء الأولاني لو أنت عارفه لو أنت عارف الشخص طب أنت مش عارفه القانون برضو يحميك آه القانون بيحميك لأن طبعا ومش قانون مصري بس ده قانون الدولي كمان إيه ده ده فيك طبع القانون الدولي جرامة الإلكترونية آه موجود طب هيجيبه إزاي أو هيعملوا إيه هيعملوها إزاي طب لو هو برضو واحد واهمي موجود هنا أو بره في العالم تقدر تجيبه تجيبه إزاي تروح برضو تعمل مهدر زي ما حضرتك قلت حضرتك كده فبيخشوا هناك طبعا الناس متخصصة أكيد اللي هي بتبدأ يخذ كل جهاز لأي بي مخصص ليه رقم أي بي أي بي ده زي رقم كومي كده على مستوى العالم كله سر النومبر وحاجة زي كده آه وبعدين فيه مك أدرس كمان للجهاز نفسه فيه كل موبايل كل كمبيوتر ليه رقم ما بيتقررش زي البصمة زي بصمة خالص ما بيتقررش فيبدأ يعرفوا أول حاجة بيعرفوها الاي بي من الرقم يعرفوا الشركة اللي ميدية الإنترنت صحيح بعد كده بيروحوا للشركة إنت حضرتك لما بتروحوا تسجل في شركة عشان تشترك في الإنترنت إيه اللي بيطلبوه بيطلبوا منك البطاقة وصورة البصاة وبياناتك عنوان وكل حاجة صحيح فهم أول ما بيجي لهم الرقم يقول له آه الرقم ده بتاع دكتور علي حمد صحيح إيه ده فين في الحتة الفرنانية حتول على طول لين هو معروف أنه هو الرقم بتاعك صحيح طب لو هو مش موجود بقى في مصر أصلا ولو في أمريكا في الهند في اليابان يبدأ بقى اللي عندنا بيخطبوا بقى ويبدأ يبدأ بالأسف وقت حياتنا انتهى بشكه حيات جدا على ما قدمته نشكر الأستاذ طاري عبد الفتاح المدرب الدولي واستشاري التدريب والتطوير على ما قدمه لنا من معلومات مفيدة وشيقة وهمة وفي الحقيقة قدم لنا معلومات جديدة عن التنمر يريد تكون حضراتكم استفدتوا من الأستاذ طاري واستفدتوا من فقرة حلاته النهاردة كنت معاكم علي حمدي استنونا حلقة جديدة بيوم جديد موضوعات جديدة السلام عليكم